درس في المواطنة ودع علي أمه أما بما بالمدرسة وانطلق مسرعا في فناء مدرسته وهو فرحان بلقاء أصدقائه في اليوم الأول من الموسم الدراسي الجديد وجد علي أصدقائه تجاذبا معهم أطراف الحديث وحكى لهم عن عطلته أين قضاها وبينما كانوا يسيرون وسط ساحة المدرسة أثار انتباه علي منظر لم يعجبه فتوقف وخاطب أصدقائه انظروا إلى ساحة المدرسة فقد ذبلت أزهارها ويبست أشجارها التفت إليه صديقه وائل قائلا نعم هذا صحيح وجدران الأقسام أيضا متسخة وصباغتها باهتة ومتقشرة و و و لا شأن لنا بها أهي بيتنا؟ هيا نلعب ضق جرس الحصة الأولى فاتجه علي إلى قسمه وجلس على مقعده الخشبي قرب النافذة وفجأة نهض منزعجا ما هذا؟ كان المقعد يتحرك ويحدث صوتا غريبا والشمس تخترق النافذة بأشعاتها القوية وتحول دون رؤية ما كتب على الصبور سأل علي الأستاذة فاطمة لماذا أصبحت مدرستنا مهملة هكذا وكثير من أشيائها متهالكة مخربة؟ ابتسمت الأستاذة وشرحت الأمر لعلي بصوت هادئ من الطبيعي أن تتعرض الممتلكات إلى التلف بمرور الوقت وكثرة الاستعمال والإهمال والتخريب ومع العناية بها ستظل جيدة وسنستمتع بها لوقت طويل وسنستمتع بها لوقت أطول تذكر وائل كيف كان هو وأصدقائه يقفزون فوق المقاعد ويتعلقون بستائر القسم ويقففون الأزهار ويقسرون الأشجار بالساهة فشعر بالخجل من هذا السلوك سألت هدى أستاذتها لماذا لم يقم أحد بإصلاح هذه الأشياء؟ ردت عليها الأستاذة برطف قائلة علينا يا هدى أن نسأل أولا عن ما يمكن أن نفعله في سبيل الحفاظ على ممتلكات مدرستنا وإصلاح ما تخرب منها قال علي لقد فهمنا قصدك أستاذتي سنقوم بمبادرة ستعجبك بعد أن ننتهي من الحصة اجتمع علي بأعضاء نادي البيئة ووضعوا مشروعا لتزين المدرسة فاتصلوا بجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لمساعدته وهكذا رتبوا أمورهم وقسموا المهام بينهم وفي الغد انطلقت ورشة الإصلاح بمشاركة الجميع فأصلحت المقاعد والطاولات وركبت ستائر نوافذ القسم وغلثت الأزهار والأشجار في ساحة المدرسة وسبغت الجدران وزينت بالرسوم الجميلة وأصبحت المدرسة في حلة جديدة صاح علي لقد كان يوما رائعا أرسمنا فيه جميعا ابتسامة على وجه مدرستنا شكرا